سيادة القاضي لقد سلبوا منا كل حقوق الإنسان وحق المواطنة قالها مخاطبا القاضي من خلف القضبان في المحكمة هو ورفاقه البالغ عددهم 36 معتقلا إنه الدكتور يوسف البواب أستاذ جامعي في كلية اللغات بجامعة صنعاء ومؤلف لأحد عشر كتابا لكن يوسف ربما لا يريد أن يدرك أن القاضي هو السجان والجلاد وأن المحكمة برمتها لا تزال خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي ففي صنعاء ميليشيات خارج القانون تقوم بحملات اختطاف ولديها سجون ومخفيون قصرا ولديها محاكم هكذا تتضح الصورة لتشكل جميعها منظومة واحدة للميليشيا محاكمة أصفت بالمريبة وتارة بالهزلية بحق 36 مختطفا مدنيا منهم أكاديميون وسياسيون وسحفيون لفقت ضدهم تهام كيدية تعرضوا في سجون الميليشيا لتعذيب اليومي والممنهج ما تسبب بإصابتهم بأمراض مزمنة وصلت حد الشلل وانزلاق الفقرات والغضاريف والفشل الكلوي بحسب رابطة أمهات المختطفين بل إن سبعة منهم اعتقلوا قبل تاريخ الوقائع المنسوبة إليهم إذ يقول مصدر حقوقي قانوني للمساء اليمني إن سبعة ممن يحاكموا كانوا معتقلين في سجن هبرة قبل أن ينقلوا إلى الأمن السياسي لفق لهم ملف الاتهام ووقائع عقب نقلهم إلى الأمن السياسي مع أن الوقائع المذكورة في قرار الاتهام جميعها حدثت بعد تاريخ اعتقالهم تقول ذات المصادر أن المحكمة هي محكمة استثنائية أو محكمة أمن دولة وإن الإجراءات التي تتبعها هي إجراءات مخالفة للقانون وقواعده يحضر المتهمون مكبلين بأربطة بلاستيكية تستخدم عادة لشد وربط الأسلاك الكهربائية حتى أثناء نقلهم إلى المحكمة المزعومة يتعرض المعتقلون للضرب والإهانة داخل حرم المحكمة التي ينظر إليها كغسالة لجرائم القمع ضد الضحايا ولا تمتل العدالة بصلة